السلام عليكم سامليني اكتر حاجة طلبتها الفترة اليهاتي دي هو فيلوج قديم من بتوع الزمان انا عارف ان انا مؤثر في الفلوجز الروتينية دي بس يعني بقليه فترة كده الحياة اختلفت شوية يعني اليوم بتاعي مفهوش الاثارة اللي تستحق ان هي تعمل فيلوج يومي المهم النهاردة فيلوج روتيني من بتوع الزمان عندي شوية ابدات محتاج قولكم عليها عايز اقول لكم مستقبل القناة يبقى عمل ازاي الكلام ده كله وبس كده محتاج الاول اغير عشان عندي شوية مشاوير محتاج اعملها برا فغلقين اول مشاورة عندي النهاردة هو ان انا اروح اشوف الجهاز ده ايه مشكلته الجهاز ده انا شاري من اسبوعين اللي هو بيدخلك العرب سات والميل سات والحاجات دي الجهاز ده انا من زمان عايز اجيبه بس لاجات الفرصة لما كان اهلي موجودين عندي عشان ابو يبي يحب كرة القدم جدا فما كانش في مجال ان هو يشوف اي موتشاط غير بالمتاع ده فروح تجيبته من المحل وكان شغال تمام لمد اسبوعين وفجأة كده الاولاد كان عادين بيتفرجوا عليه وفاصل مرة واحدة السلام عليكم كنت جبت الجهاز ده من حوالي اسبوعين كده مرة واحدة القنات كلها راحت مش عارف هل في اه خطأ ما حدث اما مش عارف هنا في المحل بيبيو كل الحاجات اللي علاقة بالا стали الساد بقى والعرب ساد والنيل ساد والكلام لكله تبقى هنا ديش ولا خلاص ديش ده ما بقاش حد يستخدمه زمن الديش خلاص عمل ديسيبل حصل ديسيبل اول حد ديسيبل اول اه ديسيبل اول و بعد كده اذا اسمه اذا اسمه و على انترنت 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 كده تمام ده غالبا ايان اللي عمل كده جينا هنا المول نتغدى انا و امروتي خدمة لفرصة ان هي خلاص رجع الجامعة ان شاء الله من اول اسجوع اللي جاي فمش يبقى في مجال ان احنا يعني نخرج مع بعض ان اولاد طبعا في المدرسة دلوقتي فان احنا نتقابل ونخرج وبتاع الكلام ده مش هيبقى موجود جينا هنا في محل جديد بتاع بيرجر اسمه فرانكستر فتح جديد قلت اعرفين يا راجل يعني عاشق للبيرجر فلازم اجربه من ان دي اول مرة لايه هنا انا هاكل واجربوه و اقول لكم رأي فيه بعدين بالنسبة لفرانكستر لا يعني فعلا مش بالمظاهر يعني البرجر شكل حلو المحلي من بره شكله جميل استيقاله حلو البرجر متقدم بطريقة حلوة بس طعمه يعني برجر عادي مقارنة بالمبلغ لانتو بتدفعه لا يعني حرام وبعدين استيقال المحلي من جوا تحس ان هم سرقين كله من فايف جايز فالطعم يعني مكنش افضل حاجة نحن قلصنا دلوقتي بقى نرجع البيت طيب خليل انجرب النايل سادة اشتغل لا المفروض كده يشتغل زي الفول ام بي سي وان ام بي سي وان ام بي سي سي وان سبب من الاسباب اللي كانت معطلاني اصلا ان اجيب بتاع النايل سادة ان هو بيشتغل بالانترنت فالنت عندي في البيت كان ضيع كان بيجيدي مثلا اربعة ميجا يعني بالكتير قوي فما كانش ينفع اجيبه لانه غالبا هيفصل وان بشغله مؤخرا وده يعني من الحاجات المفرحة في المنطقة عندي هنا دخلوا فايبر فالشركة بعتت لقيتل ان احنا دخلنا فايبر في المنطقة فلو عايز تدخل فايبر ندخل لك قلت لهم يعني ايه اخبار السرعة وكده قالوا لي فيه خمسين ميجا فقلت لا خمسين ميجا ادوني خمسين ميجا فدخلت النت وبعد كده جبت الجهاز ده انا شخصيا ما اتفرجش على التلفزيون كتير بس عندي الاولاد وامراتي بيحبوا جدا ان اتفرجوا على نايل ساد وقنوات كارتون بالعربي والان بي سي والحاجات دي كلها بما انكم بقى لكم كتير ما شفتوش الستوديو عندي او المكتب خليلنا افرجكم عليه لان الدرينيا دلوقتي اختلف تماما ده الوضع الحالي للمكتب زي ما انتم شايفين كده مفيش مكان اصلا تحط رجليك يعني مفيش مكان تتحرك دي مثلا منتجات ان شاء الله تشوفها في الفيديوهات اللي جاية بتاعت يوم الثلاث بتعمل لها مراجعة وده جيمبل من شركة زين مفروض ان ام بعتلهم اللي يعمل ريفيوه برضه لسه براجعوه واشوفوا الاول بعد كده اعمل له فيديو يعني الوضع غالبا صعب صعب ان الوحي اصلا يقف هنا او يتحرك او تعمل اي حاجة وهي هنا الكورس اللي بقض عليه وان بتصور الفيديو بتاع يوم الثلاث فكل اللي انتم بتشوفوه من الزاوية دي الدينية طبعا بتبقى فاضية والدينية تمام لكن ده اللي بيحصل خلف الكواليس كل الكلام ده فده الوضع الحالي للمكتب يعني وضع لا يسر بفكر جديا جديا ان انا نفسي في مكان اوسع لان المكان ده خلاص مبقاش هيقدر يساعل الحاجة اللي انا بعملها وخصوصا انا لو عايز اكبر الموضوع اكبر وعايز اعمل حاجات احسن فالمكان هنا مش هيساعله خلص والمشكلة ان الغرفة دي ما ينفعش تتوسع يعني الغرفة دي اصلا هوريه لكم من بره دي الحيطة الخارجية بتاعت المكتب هنا المدخل بتاع البيت وده برضو جزء من المدخل فمش هينفع اوسع كده وفي نفس الوقت من الناحة التانية دي الليفينج روم فمش هينفع مثلا اكسر الحيطة دي وخش على الليفينج روم لان يعني هتبقى صغيرة جدا فمشكلة المكتب يعني مش هينفع انها تتحل بان انا اوسع المكتب لان المكتب ده هيفضل الحجم ده الحجم الطبيعي بتاعه فانا بفكر يعني مؤخرا ان انا في عندي هنا غرفة هورا لكم دلوقتي بره البيت فكر ان انا حاولها المكتب بس هي المشكلة ان اي محتاجة مجهود كبير جدا جدا الغرفة اللي بقلوك عليها دي انت اول مرة تشوفوها هنا في البيت عندي هي ها الغرفة دي يعني البيت بتاعي ورا هنا الغرفة هنا قدام البيت على طول الغرفة دي المفروض ان هي الناس اللي كانوا ساكنين قبلنا كانوا عاملينها استبل استبل حسنة وحطين فيها حسنة وبتاعها احنا من ساعة ما جينا ما استخدمناش خلص يعني ما عملناش فيها اي حاجة فهي استبل حسنة كل حاجة زي معي الغرفة الصراعية يعني وضعها صعبة محتاجة شغلة كتير جدا جدا بص عم ازداد بس في نفس الوقت مساحة كويسة جدا يعني المساحة دي دي او اقدر تستغلها اقدر اعمل هنا استوديو حلو مشكلة الوحيدة ان المكان دي عشان يتعامل صح محتاج مبلغ حلو ففي الوقت الحالي صعب بس يعني ان شاء الله بفكر اجيب حد يبص على القوضة ويقول لي مثلا التكلفة هتبقى كامل لو مثلا عايز ازبط الدني دي اكسر الحيطان بيه وازبط الدني هنا التكلفة الاولية هتبقى كامل باقي اقدر اقرر ان شاء الله هقدر اعمل مواضع امتا او هقدر اعمله او لا بس في الوقت الحالي هو المكتب الصغير ده يمشي الحالي حياته فورتنايت معضيها فورتنايت مهم انا هغير اروح الجيم وبعد كده روح اجيب حنين ويوسف من المدرسة لان هم بيروحوا حاجة اسمها افتر سكول كلوب ده كانت حنين بتروح السنة اللي فاتت بعد المدرسة هو زي فصل كده جوه المدرسة الابهوات اللي مبقدارهوش ياخدو الاولادهم بعد المدرسة على طول فبيحطوا الاولاد في ل ويوم الخميس اللي هو النهاردة عشان اليبين دول بالذات هقدر انا اشتغل في يوم اكتر وفي نفس الوقت المراتي ابروض هتبقى في الجامعة من اول الاسبوع اللي جاي فهتقدر ان هي بقى عندها وقت اطول التمرين اليوم برعاية ليتز بيكت الجامعتي كانوا مدينة التشارتات دي بعد ما تخرجنا في اخر اسبوع التخرج بحيث ان احنا نفتكر الجامعة والتشارتات بتميزنا مكتوب عليها من ورها الناس اللي تخرجت في 2019 الحمدلله يوسف يوسف هوا حنين معدين اجوه مش قادر اتخيل لحد الوقت ان يوسف خلاص كبر وبقى في المدرسة مش قادر ابن مبارح اللي كان في الحضان وكننا بنعليه وتتكلم النهاردة بقى في المدرسة كبرنا خلاص ازف كبر وبقى عنده حتة اللي هو ايه انا كبير بقى فاهم خلاص بقى عاملون ان انا كبير وبحدش يقول لي اعمل ايه وبقى عنده الاتيتيود دي احسن اخذ 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 ممتعه انا اتتبعه كنه اتتبعه انا اتبعه اتبعه ايه اتبعه اتبعه ايه اتبعه كيف تتبعه هل تفعل الألفاب؟ ماذا لديك في القرآن؟ أرجوك توقفيني يقولي بطلت ديني أنا أسف بأنني أأخذ من وقتها ماذا لديك في القرآن؟ لا أعلم مثلما يقولون يجب أن يفعلنا بقرف من أفضل مننا يجب أن يومي سانويش يجب أن يومي سانويش ماذا سانويش؟ 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 هل تتعلم هنا؟ نعم ترجمة نانسي قنقر طيب قبل ما هننهي النهاردة في كلمة دين كده عايز أقول هلو أولا في ناس كيرا بتكتب فين مفيش اللي ايه؟ انت بطلت ولا ايه؟ الكلام ده كله أنا موقفتش ولا حاجة ولكن بحاول نوع الفيديو بتاع يوم الجمعة دائما وأبدا بيبقى هي إما بقى فيلوج روتيني زي النهاردة كده ودول يمكن قل شوية أو فيلوج مسلا بنخرج فيه نروح مكان جديد بسافر بروح نعمل كامبينج مش عارف ايه يعني اي حاجة تانية بتبقى مختلفة قول ان الناس كيرا طلوت مني انها زود الفيديوهات فزودت فيديو في وسط الأسبوع اللي هو فيديو يوم الثلاث او يوم الاربع او اي ان كان يعني هينزل امتى؟ والفيديو ده مش هيكون الفيديو ولكنه هيكون مسلا فيديو مراجعة منتجات اه انا بشتريها منها النت او منتجات شركات بتبعتها لي بحاول برضو في نفس الوقت يدخل المراجعة دي او المعاينة دي في الثياق فيلوج او بطريقة ما انتو تبستو بينها سواء من طريقة العرض او مسلا من المنتج تستفادوا منه او اي ان كان فعشان كده زودت فيديو في وسط الأسبوع في نفس الوقت فيه ناس تانية بتقول لا احنا مش عايزين فيديوهات في وسط الأسبوع اه ارجع مش عارف ايه انا موقفتش انا بس زودت فيديوهات لو انتو مش عايزين ازود فيديو اشيل فيديو بتاع وسط الأسبوع ده وانخلينا علي يوم الجمعة انا معنديش اي مشكلة فدي حاجة مهمة جدا نعرف فيها رأيكم يعني ياريت في الكومنس بعد ما تخلصوا الفيديو تكتبوا رأيكم في موضوع ده هل حابين موضوع فيديوهين فيديو بتاع الجمعة وفيديو في وسط الأسبوع مراجعة او ايان كان في وسط الأسبوع ولا خلينا فيديو واحد بس بتاع يوم الجمعة اللي هو الفلوج اللي انتو بتشوفوا كل أسبوع في نفس الوقت برضو ان شاء الله الفتر اللي جاية دي هحاول اروح اماكن مختلفة بحيس ان انا خلاص دلوقتي متفرغ تماما اليوتيوب والأولاد هيقوا في المدرسة طول الأسبوع فمن الصبح لحد ما يرجعهم مدرسة انا عندي وقت فرق كبير جدا ان انا اروح البلد دي اروح البلد دي داخل اليوكي طبعا مش هسافر وارجع تاني وهصور في اماكن تاني مختلفة وفي نفس الوقت انا قادرت برضو ان انا ان شاء الله هعمل ميت اوب في لندن كل اللي بيتفرج عليها من انجلترا وحاوب ان هو ييجي للندن يوم خمسة اكتوبر ان شاء الله بازن الله هاكد عليكم برضو الاسبوع اللي جاي اللي بادي بتاع الاسبوع اللي جاي المعاد والمكان بالزبط بس ان شاء الله غالبا هيبقى خمسة اكتوبر هتبقى في الهايت بارك في لندن نقدر ان احنا نتجمع كلنا ونقضي اليوم مع بعض معاصمة وكل الناس تقدر تسافر ليها وفي نفس الوقت برضو عشانان لو انت جاي من بلد تانيها وحابب ان انت مثلا تقضي بقيت يومك في مكان ما مختلف مش عارف ايه فلندن تبقى بالنسبة لك برضو احسن مكان فاعتقد يعني ان لندن هو افضل اوبشن مش افضل بالنسبة لي ان المسافة بعيدة بس يعني عشان خاطركم مفيش مشكلة اخر حاجة عايز اقول عليها ان التصميم الصيف ان شاء الله الجديد بتاع كون هينزل غالبا بكرة بكرة او بعده يعني اما السبت او الحد او الاتنين بالكتير هينزل الفيديو الدعائي بتاع التيشرت على القناة وده اعتبر هو التصميم التاني اللي احنا نزلناه في الصيف ده فانا ما نزلتش غير تصميمين بس والسبب ان انا ما نزلتش غير تشرتين بس في الصيف ده ان انا الصراحة مهم جدا عني ان انا اطلع حاجة حلوة نظيف تشرت وانت بتلبسه تبقى مفتخر وانت لابسه في نفس الوقت لما انت هتعمل حاجة uhivan عندك تشرت انا تريدوب rouge هذا البراوس التيشرت ده فقا therapist احتمت جدا 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 ب يحتيت جدا جدا بالتصميم حاجة مختلفة هقول لك كده حاجة بصيطة يعني كده هو التشرت هتبقى عالي تமله والحمدلله ان عندي حاجة من الاخرواع ان شاءواوا ابتم المصر السيطر بسعر كويس جدا وهيبقى متاح. على الويب سايت بتاعتي سبرينج بس للأسف التيشيرت هيبقى بسعر غالة شوية على الموقع ليه? لأن فيه حاجات معانة أنا بقدر تحكم في سعرها لأنها مثلا لها الطباعة عادية أنا أقدر تحكم في السعر بتاعها بس ده بعدينها الطباعة كاملة على التيشرت فأنا لم أقدر اتحكم في السعر الموقع هو المتحكم في السعر أنا شايفه غالة شخصيا أنا اشترتنا على الموقع حسنو غالة شوية فحبيت أنني بنوّح على الجزئية دي. انا مش متحكم في السهر على الويب سايت. حابب تشتري من على الويب سايت. يعني تبقى طبعا بتاعم معي واجب. مش حابب ما تشتريش لو لك حد في مصر قادر تشتري من مصر اشتري او لك حد تعرفه في مصر ممكن يشتري ويبعط لك اعمل كده. بس عشان اكون عملت اللي علي انا هنزل التيشرت على الويب سايت. انا كان ممكن ما نزلوش على الويب سايت وخليه بس في مصر. بس حاسست ان انا بظلم اي حد تاني برا مصر عايز اشتري التيشرت. فهنزلو على الويب سايت قدرت اشتريه تمام ما قدرتش قدرت اشتريه من مصر. بس كده يعني قلت كل اللي انا كنت محتاجة اقوله. واااا كنت فقعا محتاج ان انا اقعد معكم شوية واتكلم. بقى لنا كتير ما قعدناش اتكلمنا وخدنا ودينا في الكاميرا. وانت طلبت فيلوج من فيلوجات زمان فحاولت ارجع لكم فيلوجات زمان. انتظر التصميم الصيفي ان شاء الله كمان يومين. واشوفكم ان شاء الله الفلوج اللي كاي. السلام عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة